على الرغم من مرور ما يقرب من سبعة عقود منذ إعلان استقلال المملكة المغربية عن الاحتلال الفرنسي إلا أن أثار الاحتلال وتداعياته لا تزال باقية في المجتمع المغربي وتتجلى هذه التداعيات في الجانب الثقافي حيث لا تزال اللغة العربية تعاني من الإضعاف والتهميش في مواجهة اللغة الفرنسية التي يمتد نفوذها من كونها لغة منطوقة إلى سيطرتها على الثقافة المجتمعية إلى حد بعيد حتى بات استخدام اللغة العربية يعبر ربما عن نوع من التمايز الطبقي فبعض سكان الأحياء الراقية وبعض المحسوبين على المثقفين يتعالون بل ويخجلون من الحديث بالعربية حتى لا ينعت بالرجعية وكأنها لغة البؤس والجهل والفقر الأمر الذي يورث المجتمع تبعية بغيضة للاحتلال رغم انسحابه عسكريا قبل عشرات السنين ولعله خطوة في الاتجاه الصحيح ذلك القرار الصادر عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في المملكة والذي يلزم كل مؤسسات وإدارات ومرافق الدولة العامة والخاصة باستخدام اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للمغرب إلى جانب الأمازيغية خطوة أثنى عليها كثيرون وإن أكدوا أنها غير كافية فمأساة اللغة العربية في المغرب كبيرة وهناك داخل دوائر الدولة تيار يقاوم أي عودة إلى العربية لغة أو ثقافة الأمر الذي يستدعي بذل مزيد من الجهود ورسم الخطط التعليمية لتعزيز الوعي بأهمية اللغة العربية كممثل لهوية المغرب ثقافيا ودينيا وبحسب ما يؤكده باحثون فإن البداية في إنهاء مأساة اللغة العربية في المغرب تبدأ من محو الصورة الذهنية التي حاول الاحتلال الفرنسي ترسيخها في الوعي المجتمعي المغربي تلك الصورة المزورة التي تظهر العربية مرادفا للجهل والتأخر والقسوة والغلظة ورسم صورة ذهنية جديدة تظهر عظمة اللغة العربية بوصفها وعاء حاملا لآخر الرسالات الإلهية إلى البشر وتبيان عظمتها وحضارة أهلها الذين أضاءوا الدنيا بنور العلم وقت أن كان الغرب غارقا في عصور جهله وظلمه